السلام عليكم مباشرة بدون مقدمات مريض السكري ومريض مقاومة الانسولين ومن يعاني من خمول الغدة الدرقية ومن يواجهون آلام التهاب الركبة والمفاصل ومرضى البدانة والوزن الزائد رسالتي لكم اليوم في قلب مدرسة التغذية الإيجابية توقفوا عن الخوف لستم بحاجة للعيش في سجن الحرمان لكي تكونوا بصحة جيدة الجسد لا يكره النشويات بل يكره الفوضى في إدخالها اليوم سأعلمكم كيف تحولون رغيف الخبز وحبة الرز من عدو يسبب الالتهاب إلى وقود ذكي يحفز الآيض والاستقلاب ويحمي المفاصل السر الأول عادة عندما تطبخ الرز أو البطاطس وتتناولها ساخنة تكون جزيئات النشا سريعة الاشتعال تتحول فورا إلى سكر يرفع الأنسولين ويخزن الدهون لديك لكن عندما تطبخ هذه النشويات ثم تبردها في الثلاجة لمدة 12 إلى 24 ساعة تعيد الجزيئات ترتيب نفسها لتصبح مقاومة للهضم في هذه الحالة جسدك لا يمتص هذه النشويات لسكر بل تمر لتصل إلى القولون لتكون أعظم وليمة للبكتيريا النافعة لديك وهذه البكتيريا النافعة تنتج أحماض دهنية تعالج الالتهابات في جسمك وتحسن حساسية الأنسولين لذلك للشخص البديين صاحب الوزن الزائد والدهون المتراكمة ولا مريض الغد الذي يعاني من بطء الحرق ولا مريض السكري اطبخ الرز برده ثم سخنه قبل الأكل أنت بهذه الطريقة قللت السعرات بنسبة 30% وحولت النشويات إلى علاج لأمعائك ومفاصلك السر الثاني والذي يغير كل شيء هو درجة نضج الطعام خذ الموزة مثلا الموزة الخضراء خليلا مليئة بالنشاء المقاوم الذي حدثتكم عنه بينما الموزة شديدة النضج والتي تكون منقطة بالأسود هي قنبلة سكر فورية الأمر نفسه ينطبق على البطاطس البطاطس المسلوقة والمبردة تختلف تماما عن البطاطس المهروسة أو البطاطس المقلية مريض السكري الذكي هو من يختار ثمار الفاكهة المتماسكة والنشويات المطهية نصف نضج أو نصف استواء لأنها تحترم بنكرياسك ولا تجهده مع عدتك بوابة إذا دخلت النشويات أولا ستسبب صدمة سكرية لذلك أهم قاعدة يجب أن تطبقها هي الألياف أولا البروتين ثانيا والنشويات ثالثا أي في النهاية ابدأ بطبق كبير من الصلطة مع 2 ملعقة زيت زيتون الألياف تبني شبكة هلامية على جدار الأمعاء وتشكل مصفات ثم تناول بروتين دجاج سمك بيض كي يفرز هرمون الشبع وعندما تصل النشويات في آخر الوجبة ستجد الطريق مزدحما فتمتص ببطء شديد هذا الترتيب يضمن لك منحنى سكر مسطح ويمنع تراكم الدهون وكسب الوزن ويمنع خمول ما بعد الأكل وهو ضروري جدا لمرضى المفاصل لأن استقرار السكر يعني تقليل الصدق أو الالتهاب داخل الرقبتين والظهر وضروري جدا لمرضى الغد الدرقية ولمريض السكر ولمريض البداني والوزن الزائد السر الرابع هو مفاتيح طبيعية تفتح أبواب خلاياك لاستقبال السكر دون الحاجة لأنسولين عالي القرفة ليست مجرد موضة أو ترند هي مادة تزيد من حساسية الخلايا للأنسولين بشكل مذهل إضافة رشة من القرفة على طعامك أو شربها كشاي قبل الوجبة يقلل امتصاص السكر أيضا عنصر الكروم الموجود فيه الخميرة الغذائية والخضروات الورقية يعمل كمساعد طيار للأنسولين ولا ننسى كاسر السكر الأول ملعقة خل تفاح طبيعي في كوب ماء قبل الوجبة هذا الحمض يعطل مؤقتا الأنزيمات التي تحلل النشا هل تعلم ماذا يعني ذلك؟ هذا يمنحك حماية ضد تخزين الدهون بالكبد والبطن السر الخامس ماذا تفعل بعد الوجبة؟ إذا كنت لا تستطيع المشي بسبب آلام المفاصل لدي لك سر طبي خلف ساقك عضلة الربلة العضلة خلف الساق الأبحاث أثبتت أن تحريك هذه العضلة عن طريق رفع الكعبين وأنت جالس لمدة عشر دقائق بعد الأكل يسحب سكر لغلوكوز من الدم مباشرة وإذا كنت تستطيع المشي فمشي عشر دقائق هادئة بعد الوجبة يعادل مفعول جرع الدواء سكري خفيفة أنت هنا لا تحرق سعرات فقط أنت تكنس السكر الزائد من دمك قبل أن يتحول إلى شحوم بالكبد أو يسبب التهاب في أوعيتك الدموية السر السادس لا تضع سكر فوق سكر فتناول الفاكهة كتحلية بعد وجبة نشويات هو أسرع طريق لدهون الكبد وتشحم الكبد اجعل الفاكهة وجبة منفصلة أو تناولها باعتدال مع بداية اليوم قدرة جسمك على التعامل مع النشويات بوقت الصباح والظهر تكون في ذروتها بينما في المساء يميل الجسم لتخزين السكريات والدهون لذلك اجعل وجبتك الرئيسية الغنية الرز أو الخبز في وقت مبكر وترك المساء للبروتين والخضار لكي ينام جسمك في حالة حرق هنا السر حتى لا ينام وهو في حالة بناء دهون السر السابع انتبهوا لحالتكم النفسية أثناء الأكل عندما تأكل وأنت متوتر أو خائف من السكر يرتفع هرمون الكورتيزول هذا الهرمون يوقف عملية الحرق فورا ويأمر الجسم بتخزين النشويات كدهون حشوية حول الخصف امضغ جيدا واستمتع بكل لقم طعامية الهدوء النفسي هو نصف الحل تذكروا أيها الأحبة أن هدفنا من التغذية الإيجابية هو الوصول إلى سكر تراكمي طبيعي أي أقل من 5.7 إذا كانت أرقامك بين 5.7 و 6.4 فأنت في مرحلة ما قبل السكر وهي جرس إنذار إيجابي يخبرك أن الوقت لم يفت للعودة وهذه هي مقاومة الإنسولين وإذا كان السكر التراكمي لديك فوق 6.4 فأنت مريض سكري أريد منك الآن أن تبدأ معي تحدي اليوم التحدي بسيط لكن مفعوله سحري ومذهل خلال الأيام الثلاثة القادمة أريدك أن تطبق قاعدة الترتيب والزمن ابدأ وجبتك الرئيسية دائما بطبق خضروات ثم البروتين واختم بنصيبك من النشويات وفور انتهاءك قم بتمارين رفع الكعبين إلى الأعلى وإلى الأسفل أعلى وأسفل أو المشي لمدة 10 دقائق فقط راقب شعورك بعد الأكل هل اختفى الخمول هل استقر سكرك أنا بانتظار نتائجكم في التعليقات فقصص نجاحكم هي الوقود الذي يدفعنا جميعا للاستمرار لا تدع هذا الوعي يقف عندك شارك الفيديو مع شخص تحبه لكي يستعيد هو الآخر تصالحه مع طعامه كي يتعم الفائد والخير سأقوم بالرد على تعليقاتكم من خلال التعليق المثبت شكرا لمشاهدة الفيديو كاملا ألقاكم في الفيديو القادم كونوا أبطالا ومسيطرين على سكركم ووزنكم دائما أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائد لكم جميعا وأرجو من كل من يحبني ويتابعني أن يدعو لروح أمي الحبيب الغالي أم نوار بالرحمة والمغفرة ولأبي الحبيب الغالي أبو نوار الدكتور محمود علي بالصحة والعمر المديد شكرا لفريق الإعداد في قناتي وأخص بالشكر زوجتي الفاضي للدكتور أكابر خضور علي استشاري بالأمراض الباطن والغداد والسكري والتي نعمل سويا كأطباء في صناعة محتوى قناتي معتمدين على دراستنا وبحثنا المستمر اكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تقيمون دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو لتعم الفائد والخير عائلتي الجميلة على الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته